نظمت جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء التابعة لمدينة مكناس يمثل ثائب الرباط لقاءاً دراسياً لتقديم نتائج دراسة متعلقة بثبوت الزوجية والمدى السادس عشر من مدونة الأسرة قامت بها الجمعية بكل من فاس ومكناس وخنفرة والتي بيّنت أن إجراءات ثبوت الزوجية تسمح بالاعتراف بعمليات تتم خارج القانون تتعلق بتزويج القاصرات وذلك بنسب مرتفعة نحن اليوم بسدد مرحلة مهمة في البرنامج تارف وعيدينة فيما يخص الفصل السطاش هذا الفصل كيف كتعرفوه هو متعلق بثبوت الزوجية إلا أنه لاحظنا خلال الممارسة دينا والحملات التحسيسية في الميدان أنه كان تحايل على هذا الفصل لتزويج الفتيات القاصرات ولتعدد إذن هذه الملاحظات اللي شفنا وهذا الوضع الخطير اللي لاحظناه دفعناه باش نمشيه في برنامج تارفوعي وبغينا نقسو هذا البرنامج تارفوعي بدراسة علمية حتى نعرفه فعلاً واش هذا الفصل يستعمل لغير غراده وفعلاً نتائج ديال الدراسة بينت أن الفصل يستعمل بنسبة تقريباً 50% لتزويج الفتيات القاصرات ويروم الفصل السادس عشر من مدونة الأسرة المعمول به خلال مرحلة انتقالية تمتد على عشر سنوات ما بين 2004 و2013 تسهيل توثيق الزواج وتحديداً بالنسبة للأزواج المنحدرين من المناطق النائية والقروية الذين لم يتمكنوا من توثيق زواجهم